ازاك يا جماعة معكم اسلام حسن وحلقة جديدة من برنامج كلام في الكورة والفانتازي وخلاصة الجولة التالتة وخلاصة كمان اول تلك جولات قبل ما نتكلم في اي حاجة لو حضرتك مش مشترك في القناة تشترك في القناة فعل جرس التنبيهات دوس لايك للفيديو لو عندك اي سفصار اكتبوا لي في كومنت كتب لي اي حاجة في الكومنتات ولايكات يا معلايكات تساعدونا كده حايزين نوصل القناة عشر تلاف مشترك بقى نفسي كده وصلها عشر تلاف مشترك قبل ما الجولة الرابعة تبدأ معانا اسبوع اجازة هو والتوقفات الدولية نقدر بقى براحتنا نتفرج براحتنا نشاير براحتنا ندوس لايكات براحتنا نشترك براحتنا نخش على الجولة التالتة الجولة التالتة كانت جولة يعني ما فيهاش توهج جامد قوي ما فيش حد تقلق تقلق كبير غير في رانتوريس جايب تمنتاشر نقطة جولين واسست وكلينشيت وبونس وخد كل حاجة في الدنيا في المطش ده كان اربعة وخمسين انا جبت خمسة وستين راضي جدا عن فرقتي اه وراضي جدا على الخمسة وستين اللي انا جبتهم ليه لان انا اولا ما عملتش اي تبديلات بعد الجولة الاولى دخلت الجولة التانية بنفس تشكيل الجولة الاولى ولو تفتكروا اقول لكم انا بس مجرد ان انا بدلت الكابتنة جيت في الجولة التالتة كان عندي اتنين انا كنت نوع من يعني انا كنت عايز كنت يعني بص على تكة وانا دوس كونفيرم كده كنت عامل بس قلت لأ استهدب اللي كده 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 اللاعب اللي انا كنت هجيبه بالمينس ده كان هيتحط على الدكة بس انا كنت هجيبه خشية من ان اني سعره ارخص فانا كنت عايز اخلص من اني كنت هجيب بصومة ده باربعة ونص ده باربعة ونص بس كنت هحط بصومة دكة قدام ايفيرتون بس قلت يا وقت طب ما انت كده كده اللي اربعة اللي هتخسرهم في بصومة دول خلي اني معاك وان شاء الله عنك ما غيرته ومش مهم وان شاء الله ربنا يسطر وسعره ما ينزلش وقد كان الحمد لله ربنا سترحب جبت اه سانشيز ودي حاجة بقى ايه اني ركز فيها يا جماعة انا دلوقتي كنت محتار ما بين سانشيز ودير قعدت فترة كبيرة محتار ما بين الاتنين لان انا كنت خايف ان روميرو هو اللي يلعب اساسي وانا كنت حكيت لكم القصة دي قبل كده في الحلقات اللي فاتت بعد ما تأكدت ان دير وسانشيز غالبا هم اللي تكمله الدوري على طول ومع سنة بطء وتأخير مني ضيير زاد بقى خمسة بوينت ستة بقى سوري بقى اربعة بوينت ستة رحت اضطريت ان انا رحت رايح على سانشيز اللي باربعة ونص دا على فكرة معايا بس انا قررت ان انا اوفره لان انا حاطت في تباغي ان انا عايز اجيب رونالدو وخايف ان هو ينزل باثناشر ونص ساعتها هيبقى انا كده محتاج ان انا اوفر فلوس من حتة تانية فالبوينت دا والله يمكن يفرق بيفر معاكو انا بقى مش يعني بحكي لكم قصة دي ليه لان انا لما جبت سانشيز اه هو طلع بكلينشيت واه هو جابل ستة نقط بس واضح ان عقدة الاجانب وعقدة الانجليز في الفانتزي مستمرة البونس بياخدوا داير ما بياخدوه السانشيز وانا والله العظيم اتفرجت على الماتش بتاعت روتانها من الاخير ده سانشيز ليه محاولات على الجول سانشيز افتكاكاته للكورة اكتر من داير اه داير شايل واحدة في اول الماتش كده اللي هي شبه داخل جول بدماغه بس كتوتا الاداء المفروض يستهل عليه بونس والكلام ده كله انا شايف ان السانشيز اما كانش افضل من داير في المباراة دي على في النواحي الدفاعية والهجمية فهو مساوي ليه فالبونس بيروح لداير فجاب سبع نقط انا جبت سانشيز جاب لي ست نقط ماشي انا راضي عن التبديل دي جبت دلس من الليز بخمسة ونص مكان اللي بيلعب ماتش وماتش يعني انا كان عندي وكنت بحطه دكة بس اكتشفت ان انا محتاج واحد من على الدكة ينزلي في بعض الاحيان ودي قد غلطة لان انا نزلت اللي على الدكة دا اللي انا بدلت تاونس انت بدلس ونزلته مكان توني يعني برضو برضو لساعات الانسان بيجي له لحظات غريقة والله العظيم انا كزا مرة اقول لكم يا جماعة الكلام ده انا بركز وبعمل لكم حلقة وبقول لكم نصايح انتوا بستفيدوا بيها وانا ما بنفزهاش على نفسي وما بستفيدش بيها يعني انا لو كنت ركزت لسانية انا استفدت ايه بان انا نزلت واحدا على الدكة هيجيب لي نقطتين او تلاتة في الظل ان توني كان ممكن يجيب لي نقطتين اكتر ما هو بالعقل وكده كده انا ما بيعتوش فانت يما تصبر على توني وتلعبه يما تبيعه انا عملت الخيار التالت اللي هو اصبرت عليه وما بيعتوش وما لعبتوش خسرت ايه خسرت ان دلس دعم انه كلينشيت وما عملش اي مساهمة هجومية جاب لي نقطتين وخسرت النيتوني على الدكة بستة نقط فعشان كده انا راضي عن فرقتي بس مش راضي عن الترانسفيرز اللي انا عملتها معادة سانشيز لستة نقط يعني ستة واتنين اربعة من اا لو ما كنتش عملت ابدالات خالص كان غالبا هيجي لي خمس نقط اا ستة واتنين اسف اا تمانية لما كنتش عملت اي كان هيجي لي ستة نقط بس انا كنت مضطر ان انا على الاقل لازم اعمل واحد ياريتني عملت التبديل الدفاع بس وما عملتش تبديل في مصر الملعب المهم تعالى كده بقى ايه قبل ما نخش على ملخص التلات جولات على بعضهم ونشوف الفانتزي ماشي الحد فين دلوقتي هقول لك نصيحة واحدة لو انت فرقتك انت راضي عنها وجايبالك او نقط نقول كام مسلا فوق المتين وعشرين يعني من متين وانت طالع في التلات جولات نصيحة مني ما تعملش في توقف دولي تاني في شهر احداشر وفي لعيبة هتروح امم افريقيا في شهر يناير فاحنا محتاجين قبل ما الدور الاول ينتهي في مرحلتين الدور الاول مش بينتهي في يناير فخلي بالك من النقطة دي مهمة قوي احنا عندنا توقف في احداشر وتوقف في يناير اللي اتنين دول ممكن نحتاج في واحد منهم فاهدى وتقل وبص على لعبتك شوف على الاقل اللعيبة اللي عندك عندها المطشين اللي بعد لتوقف الدولي مين اللي هي الجولة الرابعة والخمسة ومين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب والفرق بقى اللي رايحة واللعيبة اللي رايحة والكلام ده كله فأمن نفسك لو انت تقدر بشكل كبير او ان انت ما تعملش الوالد كارد دلوقتي ما تعملهوش لو انت شايف ان انت الفرقة عندك مش جايبالك نقطة كويس مش في لعبة كتير قوي مش هتلعب معاك من الجولة الربعة والخمسة ساعتها انت مجبر انك تعمل وان كنت لما تعمل الوارد كارد ركض شوية في انك اصبر لما رونالدو ينزل اعمله من دلوقتي عشان تلحق اللعيبة اللي ممكن تغلى او اللعيبة عندك هترخص اخلص منها قبل ما تخسر في فلوسها وتروح تجيب العيبة اللي هتغلى قبل ما تغلى عشان خاطر يبقى استثمار فيها بس في نفس الوقت خليك مركز في ان انت عايز اجيب رونالدو هجيبه ازاي ابقى انا معوضه مسلا بحد يعني اكيد انا مش هفتح لك تشكيلتك كقول لك تعمل بعد انت اكيد فاهمني على ذكر والكلام ده كله انا جايب في الثلاث جولات ميتين اتنين وخمسين نقطة المتوسط بتاعي اربعة وتمانين نقطة في كل جولة ممتاز ترتيبي كام على مستوى العالم والله ما عارف انا اخش معك وهو اشوف ترتيبي سبعة وسبعين الف ومية زي الفل فوق الميت الف انا التارجد بتاعي ايه في الموسم ده والله انا التارجد بتاعي ان انا اوصل ان انا اكون فوق العشر تلاف هل انا كده ماشي في اتجاه كويس اه لان انا على فكرة كنت اكتر يعني كنت كان بتاعي فوق ال سبعة وسبعين انا نزلت على فكرة في الجولة دي اللي انا جبت فيها خمسة وستين دي فانا حتى بعد ما نزلت انا لسه في ميت الف فانا مأمن نفسي عشان كده انا غالبا بنسبة كبيرة قوي مش هعمل نروح بقى على خلاصة اول تلات جولات مين اكتر واحد تقلق او مين نجم كل مركز على مدار التلات جولات اللي فاتوا اللي انا قلتلكو عليه في الحلقة بتاعة الجولة التالتة هو جايب سبعة وعشرين نقطة في التلات بخمسة ونص الحد دلوقتي مازاتش ودي ميزة كويسة قوي ان انت تقدر تجيبه بدل حارس مارما مستون فيلا لان حارس مارما ممكن ميلعبش الجولة الرابعة فانا مش عايز اخش في الجولة الرابعة من دلوقتي عشان كده كده هعمل لها حلقة منفصلة ومش هعملها دلوقتي هعملها قربما الماتشات الدولية تخلص عشان تكون الرؤية واضحة لان انا ممكن اقول لك كلام دلوقتي ويطلع غلط بعدين اقول لك كلام غلط دلوقتي ويطلع صح بعدين لما الرؤية تبدأ تلوضح هبدأ اعمل لك بس مبدئيا انا شايف الموسم ده بخمسة ونص زي اماليين ومارتنيز واماليين ومارتنيز غالبا ما فيش كلينشيت فانا انا بفكر عفكرة كمان في التغييرة دي جايب عشر نقطة قدام منشستر سيتي جايب بوناس صدات وكلينشيت جايب حداشر نقطة قدام ويلفرهامت ونتشاط فعليت كتير قوي في الماتش ده جايب ستة نقطة قدام في التلات ماتشاط ممتاز جدا في خط الدفاع افضل لعب في خط الدفاع هو ماركوس الونسو برضو انا بفكر فيه بس سعره لما زاد هي اللي قالتني زاد مرتين كان بخمسة ونص في بداية الموسم حاليا بقى خمسة بوينت سبعة جايب تلاتة وعشرين نقطة في التلات ماتشاط جايب خمستاشر نقطة قدام جون وكلينشيت وبونس جايب ستة نقطة قدام جايب الكلينشيت جايب نقطتين قدام لفربول بسبب ضياع الكلينشيت بس كأداء كمجمل هو من اللعبة اللي تحط عميك عليها ممتاز جدا. محمد صلاح في نص الملعب اكتر لعب جايب نقط باتناشر ونص زادوا رخص بدأ الموسم باتناشر نص زاد اتناشر بوينت ستة رخص تاني بقى باتناشر ونص لما لو كانوا جيه الناس بقى بدأت تبيعه هيلاعب تشيلسي مش عارف ايه لزلته البوينت وانا ده قد ترخيرك والله يا جماعة انا كنت انا مستفيد بالزيادة بتاعته دي مش عارف اقول لكم ايه وفي الاخر هو اكتر لعب جايب نقط في نص الملعب اهو وتاني اكتر لعب جايب نقطة في الفانتازي كلها قلتلكم قلتلكم في الحلقة اللي فات قلتلكم اللي هيبيع صلاح دخين جايب سبعتاشر نقطة قدام نوريتش جايب تلاتة قدام بيرولي جايب عشرة قدام تشيلسي يعني تعلمين يا بتاع المدارس اكتر مهاجم لوكاكو الغلابة مايكل الانتونيو بسبعة بوين تسعة كان بسبعة ونص في اول موسم ما شاء الله الكرف عمال يضرب وانا الحمد لله كنت لحقه من ايام ما كان بخمسة ونص الله اكبر جايب اربعين نقطة اكتر لعب جايب نقط في الفانتازي على مدار التلات جولات دي كلها تلاتاشر نقطة قدام نيوكاسل ستاشر نقطة قدام لستر حداشر نقطة قدام كريستر بالس الله اكبر عليه ربنا يا استر بس الراجل ده يلعب الجولة الرابعة مش عارفين هيبقى وضع ايه عملتلكم تشكيل مبدئي كده لأول تلات جولات من وجهة نظري هي اه مالهاش علاقة بالميزانية مالهاش علاقة بالميت مليون اللي معانا لأ انا شايف ان ده افضل تشكيل من وجهة نظري على مدار اول تلات جولات في الفانتازي مين هما في حراسة المرمى في الدفاع بثلاتة وعشرين نقطة ارنولد باثنين وعشرين نقطة جانسون مدافع جايب اتنين وعشرين نقطة ليه مساهمة هجومية في كل مطش داير بعشرين نقطة وانا فضلت داير عن كمان لسبب رجليون جايب في اول مطش في تاني مطش في تالت مطش هو طالب عن ان هو اسست بس هو مش اسست ده راجل اتعمل معا فاول وصنشطها وراح اتدخلها بقت جول يعني انا لحد دلوقتي مش شايف فيه مساهمة هجومية من فلزلك انا فضلت عليه داير في لص الملعب صلاح بتلاتين نقطة سعيد بن رحمة بستة عشرين نقطة جرين وود بستة وعشرين نقطة في الهجوم طبعا ميكايل انتونيو باربعين نقطة خسوس باربعه وعشرين نقطة وانا بدأت افكر في خسوس يا جماعة بتلاتة وعشرين نقطة مش عايز اطول عليكم اكتر من كده دا كان خلاصة الجولة التالتة ودي كانت خلاصة اول تلات جولات زي ما قلتلكو اللي شايف ان فرقته مش مستدعية يهدى وما يعملش اللي شايف ان فرقته ضربة خالص وبعد التوقف الدولي هيلاقي فيه لعيبة ممكن ما تلعبش الجولة الرابعة يقدر يعمل في النهاية حاتم عادل صديقي رجع لصدارة الدوري مرة تانية الف مبروك يا حتومة المنافسة مشتعلة وانتو فين انا على فكرة عايز اقول لكم على حاجة انا في العام زي ما قلتلكو انا نزلت بس في كل الدوريات برضو نزلت مش عارف في ايه يعني انا ما فيش اي دوري انا اطلع فيه بص على رغم من ذلك انا مبسوط ده عن حاتم وقال فبروك يا حتومة بص متصدر لا تكلمني بقى الراجل ده هيفضل متصدر لحد الجولة لحد نهاية الجولة الرابعة لما نشوف بقى الباقيين هيعملوا ايه سخنوا معنا كده يا جماعة كود الدوري موجود تحت في الديسكريبشن اشتركوا فيه احنا لحد دلوقتي ما وصناش ربعمية ده انا عايز اعدي الالف ايه يا شباب في ايه عايزين نوصل للقناة لعشر تلاف مشترك عايزين نوصل بالدوري بتاعنا الاكتر من الف لاعب ومدير يديرونا فرق والنافس على فكرة انت لو دخلت الدوري في الجولة التلاتين والرانكينج بتاعك عالي تتصدر عادي يا باشا ما تحسبش ان انت عشان خطر ملحقتش تخش معنا من الجولة الاولى انت كده يا فتك القطر ده يا باشا احنا القطر بتاعنا بيقف كل جولة في كل محطة يركب ناس اركب يا باشا وان شاء الله نفس مع حاتم ومعي انا جايلكو في النهاية كان معكم اسلام حسن اشوفكم في حلقات جديدة سلام